في الفيديو ده هنبتدي نتعرف على ازاي نعمل جدول في الاوتوكاد في الجدول في الاوتوكاد بنعمله كأننا شغالين جوى الاكسل خلينا نتعرف ازاي نقدر نعمل القصة دي من الاوتوكاد عندنا هنا بنخش انوتيت تحت انوتيت في حاجة اسمها مجموعة اسمها تيبلز هنقدر نقاد تيبل نقدر نقاد تيبل من هنا عندنا طريقتين طريقة اما انا هبدأ جدول فاضي بس عشان ابدأ جدول فاضي محتاج ان انا اصبط الستايل بتاعه او ان انا هجيب حاجة اسمها data link او هزبط من فايل اكسل خلينا في الفيديو ده تمكنني نتكلم لو انا عندي جدول فاضي عايز اعمله زي الجدول الورا ده محتاج ان انا ازبط الsettings بتاعتي ازاي اضبط الsettings بتاعت الستايل الستايل هنبدأ من هنا اول ما بنفتح الاوتوكاد بنلاقي ان احنا عندنا ستايل اسمه ستاندرد هنقدر نعمل ستايل جديد ازاي ان يعمل الستايل ده بان انا اقوله new وستايل هسنديله اسم table style وقوله continue table بتاعنا في الاوتوكاد مقسوم لتلات حالات اولا لازم احدد الdirection بتاعته هل هو الجدول هيبدأ من فوق لتحت وده الdirection بتاعته ولا من تحت الفوق في جداول بيحتاج ان انا عملها من تحت الفوق زي جداول الرسومات او التسليمات وفيه جداول بحتاج اعملها من فوق لتحت زي جداول الحصر او الجداول بتاعت ال data نفسها اللي انا بعملها داول الشبابيك داول الف الاسبيسز الحاجات دي كلها عندنا تلات انواع من السيلز موجودين هنا ومحتاج ان انا اضبط الساتينجز بتاعتهم كلهم عندي سيل رئيسية اللي هي بتبقى دايما العنوان ودي اسمها title عندي الصف الاولاني بيبقى اسمه هدر وبقية الصفوف اسمها data من هنا هقدر غير ال styles بتاعت التلاتة فيه حاجات مهمة محتاج ان انا نغيرها وحاجات قلينا كل واحد يقدر يجربها بعدين اهم حاجات ان ما انا محتاجة ازبطها هي الجزء بتاعت data هي حاجتين حاجة alignment ان انا عايز مكان التكست يبقى موجود فين في الميدل سنتر مثلا ولا فوق الشمال فوق اليمين مكان التكست لما يتحط في السل وده انا بازبط ال data الاول التكست وان انا ازبط هنا مقاس التكست عن طريق ان انا هبتدي اشوف ايه ال style اللي انا هبتدي اختاره على اساس الشغل اللي انا اشتغلته او على اساس ال style اللي انا هبتدي ارسم به بيسد على الجداول او بيسد على ال style او المقاس اللي انا يناسبني في الرسم لو عندي مشكلة اقدر من هنا تلات نقاط دول افتح الاقي نفسي جوه ال style اعمل style جديد وغير الفوند وغير كل الكلام ده تاني حاجة اروح فاتح ال header وعمل في نفس الحاجات هزبط له ال alignment وازبط الايه ال style وهكذا لل title اقول له برضو ال alignment معمول middle center ممكن اسيبه وخليه style برضو بنفس الطريقة واقول له اوكي وكده يبقى انا عملت ال style اللي اسمه table style لما اجي اقول له بقى لو سمحت insert table هقول له table style وstart from empty هاجي من هنا هبتدي اح specify بعض ال options اول حاجة انا بحدد نقطة ال insertion بعدين بحدد columns and rows بحدد كم column كم صف vertical وكم row horizontal هنا انا بحدد data row يعني ايه data row يعني انا عندي كده كده في title row في header row وبعدين في واحد data row ال data row هو ده اللي بيبطيقي يترقم يعني لو انا قلت له واحد يبقى هو يحط لي صف واحد وفيه اتنين موجودين قبل كده يبقى ثلاثة لو انا قلت له اربعة فيبقى فيه واحد وتحتيه فيه اتنين وبعد كده ابقى اربعة يبقى ثمانية طيب ال row height بيشتغل بال line فال row height هيقول له مثلا حسب بقى الايه one line two line three lines حسب التكست height اللي انا مختاره ال columns هيتغير بال pixels او بال units حسب بقى انا كنت عامل كم units وبالتالي ممكن محتاجه شوية تجربة هتدي له رقم واشوف والله طلع كبير طلع صغير هعمل خمسة column اقول له الواحد باثنين ونصف مثلا unit هنا بيطلع بال line واخيرا باجي بحدد cells بتاعتي اللي style بتاعتي عايز اول صف يطلع ايه title تاني صف يطلع header بقيت الصفوف يطلعوا data ممكن اغير ممكن اخلي اول واحد title تاني واحد data واتاخلت واحد data براحتي اقول له اوكي واختار مكان ال insertion وبكده يبقى انا اقدر عملت style وعملت data اللي انا اقدر احط جدول زي ما انتو شايفين كده بيدي اشتغل علي في الفيديو الجاي هنتعرف بقى ازاي ايادت اتا وازاي اكتب جواها وازاي اتعامل بنا موسيقى